ما تزال مشاهد الاكتظاظ ونقص سيولة المالية بمكاتب البريد تصنع الجدل يوماً بعد آخر جاء رد وزير القطاع إبراهيم زوار الذي اعترف بوجود اختلالات تشهدها مكاتب البريد خلال هذه الفطرة من ازدحام ونقص في السيولة النقدية والتي أرجعها إلى التوافد الكبير للمواطنين لسحب أموالهم تحسباً لعيد الأفحى دائماً في العادة عشية هذه المناسبات اليوم رانا عشية العيد الأفحى المبارك فيها ضغط دائماً على المكاتب البريد مع تداية وضع الصحي ونقص عن المورد البشري زادت التفاقم من هذا اليوم نحن نحفظ على الصحة المواطنين لنخلوهم شي دخلوه فوق واحد مكاتب بريد مما يعني خارج مكاتب بريد نشوفوا طوبر نشوفوا عشر عشرين واحد في الماضي ما يكونش نشوفهم كانوا ندخل مكاتب بريد وبعض الأحيان كان بعض الناس يقولوا هو شو الأخر نحن كل ما هو خارج مكاتب بريد هو الطريق العمومي ونحن ندعينا فعيدين والناشيطين للمجتمع المداني باش يساعدونا لتنظيم طهبر خارج مكاتب بريد نعودنا لتخارج مكاتب بريد حفاظاً عن صحة المستخدمين ندعوهم دائماً لتباعد هذا بالأخر اليوم باش نطمنوهم خلنا احتخذينا إجراءات وعطينا تعليمات تكييف أوقات العمل باش نطمنوا المواطنين تعنا احنا نوسعوا أوقات العمل إن شاء الله ويكون عامل حتى في عطلة الأسبوع يوم الجمعة مكاتب بريد في المدن الكبرى مفتوحة خلال نزوله ضيفاً على القناة الإذاعية الأولى دعا الوزير المواطنين إلى عدم الإفراط في عمليات سحب الأموال واستعمال البطاقة الذهبية لتخفيف حالة الإزدحام على المكاتب البريدية خاصة وأن عمليات السحب بهذه البطاقة بلغت 80 مليون عملية في السوداس الأول من السنة الجارية بعض الأحيان نشوف الناس يقول لك قريب العيد نروح نجيب الدرامي من هذا مش يكون يعني هدافهم خلوا الناس الفرصة كان بعض الأحيان ولا كل واحد يقول لك أنا ما كشتوين نروح نجيب تكامل الدرامي وانا أنا رايحين خلوا الناس هذون اللي عندهم مداخل قليلة بعض الأحيان هناك من يجبدها ويكتنزها فقط في البوليات نحن أخذينا إجراءات تسقيف السحبات لهذه الظاهرة نعود نديروا ظاهرة تعسميدة في المأموال هل يجب أن يكونوا تسقيف لأي مبلغ؟ تسقيف لأمور 50 ألف لا لا تسقيف لأنه 30 ألف الموزعات الآلية تعودوا للأمور المجرية نعود نرجعها لأوضاعي الآلية الوزير أكد على وجود خلايا ولجان على مستوى القطاع تتابع وتعمل على تدارك نقص السيولة المالية عبر جميع الولايات داعيا في نفس الوقت المواطنين إلى تصفح التطبيق البريدي موف الذي يزود الزبائن بجميع المعلومات عن أوضاع مكاتب البريد المكتظة منها والفارغة